مشكلة المفصولين أو المفصوخة عقودهم أو اللي يسموهم بالمتخاذلين اتفاقمت وما صار إلها أي حل في حين أعلن مكتب رئيس مجلس النواب في نهاية سنة 2016 موافقة مجلس الوزراء على إعادة المفصولين والمفصوخة عقودهم من قوى الأمن الداخلي والعسكريين إلى الخدمة بناءً على قرار مجلس النواب وأعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية بوقتها أن تصويت مجلس النواب على إعادة المفصولين والهاربين من المنتسبين من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى ملزم للحكومة خصوصاً وإنه جاء بتضمين هاي التوصيات ضمن موازنة عام 2017 فيما حذرت من محاسبة الأجهزة الأمنية اللي تقوم بتعينات جديدة دون إعادة هؤلاء والاستفادة من خبرتهم ولكن وسط كل هاي المطالبات والقرارات لم يتحقق شيء بل صدرت وثائق تتضمن توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن إعادة الهاربين والمتقاعدين للخدمة العسكرية وأخرى تتضمن التنقلات بين التشكيلات الأمنية وجاء في الوثائق أنه يمنع عودة الهاربين والمفصولين والمطرودين من الخدمة العسكرية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لأي سبب كان ومنع وإيقاف النقل من الشرطة الاتحادية وشرطة الحدود وشرطة الطاقة ومكافحة المتفجرات وأفواج الطوارئ والرد السريع لأي سبب كان الوثائق تؤكد أنه يمنع عودة الضباط المحالين على التقاعد ولأي سبب كان ومنع وإيقاف التحويل من الوزارات المدنية ومنع وإيقاف فوري بتحويل من السلك العسكري إلى السلك المدني وإيقاف التنسيب إلى هيئة الحشد الشعبي وتظاهرات مستمرة بالموصل وفي محافظات الناصرية والأعمارة والبصرة والديوانية يطالبون بإعادتهم إلى الخدمة خصوصاً أن الكثير من عدهم عند خدمة سنوات طويلة بالإضافة إلى قسم من عدهم جرحى ومصابين ما تمكنوا من الالتحاق ولكن للعبادي كلام آخر بخصوص هذا الموضوع إحنا أعلن مرتين عن عفو أنا ما أحترامي للجميع كل واحد إلى ظروفه بس المقاتل ممثل مواطن المدني المواطن المدني مواطن ما مسلح بالآخر لما يجي عدو يهرب أو ينزح من منطقته أما المقاتل يكون يصمد حتى لو يقتل وجاء مقاتل يحمل سلاح يدافع عن الوطن حتى لو يقتل هذا المطلوب من المقاتل هذا يحتاج إلى أنا صور كثير منهم هناك بحاكمة عسكرية صارت وتم فصح أقوده على ظهر وقرارات بحاكمة عسكرية بالطبع مع العدد اللي انهارت من القوات ما صارت أكو إجراءات ملاحظة ومن الأجراءات ملاحظة يكون أكو سجد بس لأن العدد كبير لم يتملجوا إلى إجراءات أو عقوبات أخرى وإنما تم فقط إلى إجراء إلغاء العقود في هذا الحال تناقش إذا يقدمون طلبات كل واحد ينضع إلى وضعه المتظاهرين أكدوا بأن عدم استمرارهم في الدوام كان بسبب دخول تنظيم داعش إلى المدينة في عام 2014 واحتلالها وعدم قدرتهم على الخروج من عدها والالتحاق بصفوف القوات العسكرية في وقتها لذلك بقوا محاصرين داخل نينوى إلى يوم تحريرها المفصولين اتعهدوا بتجديد تظاهراتهم ومطالباتهم وتوسيعها في حال عدم تنفيذ مطالبهم من قبل الحكومة العراقية اللي قررت فصل الآلاف من منتسبي الداخلية بالشرطة المحلية والمرور والجنسية اللي بقوا في مدينة الموصل بعد سيطرة داعش عليها في حزيران 2014 واليوم نجدد مطالب المنتسبين ونطالب القائد العام للقوات المسلحة بإعادة جميع المنتسبين اللي ماكوا عليهم أي مؤشر أمني إلى وظائفهم وترك جميع الأساليب اللي تعطي انطباع سلبي حول كيفية استيعاب جميع مكونات أهالي نينوى بعد تحريرها من عصابات داعش الإرهابي اشتركوا في القناة